عايزة أقول إن الستات مصر دايماً كده يدعو للفخر يعني الستات اللي بيعملوه والخطوات الإيجابية اللي بياخدوها في مختلف الأصعيدة خليني أقول دايماً كده رفعين راسنا لفوق لو هنتكلم على مجموعة كده معينة من السيدات قرروا إن هم يخودوا رحلة مع كيلي جيبشن وومن هم بيتمرانوا عشان يتسلقوا أعلى جبال أفريقيا اللي هي كالمنجارو وبالفعل نكحوا في ده وكان هدفهم من الحركة الشيقة دي هو إن هم يرفعوا الوعي ضد التمييز على أساس السن تجربة شيقة جداً جداً مجموعة من السيدات بيتسلقوا أعلى قمة جبل في أفريقيا كالمنجارو وتعتبر القمة دي هي رابع قمة أعلى قمة في العالم كله طبعاً تجربة هنعرف تفاصيلها إزاي جات الفكرة إزاي تنفذت إزاي سفروا لحد تنزانيا اللي موجودة فيها القمة دي أعلى قمة جبل في أفريقيا تفاصيل أكتر مع فريق العمل اللي معانا على الهوى في صباح الخير يا مصر أستاذ أماني حلمي قائد فريق السيدات أهلاً بيك أستاذ أماني أهلاً بيك من ورانا وكمان جمانة إسماعيل برضو قائدة في الفريق من المتسلقات وعمل شغلة هيل جداً يعني راحت من مصر من القاهرة الأسوان كده ماشي في 24 يوم فقصص كده كتير هنعرفها بسي سبحولي كده أبتدي الأول مع حضرتك وأسألك الفكرة جات إزاي والهدف منها نكون تسفروا تنزانيا وتتسلقوا أعلى قمة جبل في أفريق هي الفكرة جات من أكش أو واحدة معنا في الفريق أليكزاندرا حتم بالستين سنة وعايزة تحتفل بالستين سنة وهدفها كان تطلع جبل كلمانجيرا وتحتفل به هناك فقالت لي أماني إيه رأيك تيجي نعمل الموضوع ده مع بعض على أساس يعرفاني أن أنا بعمل في الرياضة فقلت لها ما عنديش مانع بس ما تيجي بقى نجيب شوية سيدات معنا من مختلف الأعمار عشان تبقى في نفس الوقت تشجيعاً لإيه لأننا ندي للسيدات أنه ممكن يحققوا حاجة زي كده في أي وقت وإن شاء الله ننجح فهي جات من كده عيد ميلاد أنتوا فريق إيه في الأول يعني كلمينها على فكرة مصريات بتعملوا إيه يعني هل كنتوا يونيت في الأول بتعملوا حاجة معينة على فكرة مش كلنا كنا نعرف بعض بس أليكزاندرا عارفاني من السبورتس اللي أنا بعمله لأن هي بتكتب برضو فأنا قلت لها لما نجيب البنات التانيين كلهم كان ديفرين باكراونز خالص بس كانوا بيتسلقوا ليه؟ عشان خدنا بعض وروحنا عملنا سنت كاترين رحناها مرتين وطبعا جمانا أنا أعرف أنها بتلف العالم بكل الحاجات اللي بتعملوا بالنسبة للستاندوب بادو وبالنسبة للتسلق فقلت لها إيه رأيك وفقت على طول وجمعنا مع بعض وتلانا نروح بقى الجمانة وكلمينا بقى الاستعدادات إزاي استعديتوا أنكوا تروحوا تتسلقوا كلمانجارو في تنزانيا أحنا بنتكلم على قمة بتصل إلى 6000 متر 6000 متر يعني من النقطة اللي تحت خالص لغاية قمة كلمانجارو 6000 متر الاستعدادات اشتغلتوا عن نفسكوا إزاي وعملتوا التجربة دي إزاي والله أنا بلعب تسلق من زماني يعني أنا بحب أن أنا أروح وأطلع جبال طلعت جبال كتير قوي في مصر وكلما بسافر بطلع جبال وفي نفس الوقت كنت قبل كده لعبت رياضات فيها تحمل فكنت عارفة إن أوكي طيب أنا عملت حاجات كده شبهة كده قبل كده كان العائق الوحيد بالنسباني إن أنا مش عارفة هعمل إيه على الارتفاعات العالية إحنا كله لما بنطلع فوق سطح الأرض الأكسجين بيقل طب هنعمل إيه بقى دي حاجة ما بنعرفش نتضرب لها فده كانت الحاجة اللي أنا مش عارفة هعرف هتعمل معاها إزاي بس في العموم إحنا الفريق بتاعنا تمانية ومش كلنا ساكنين في الكاهرة في محافظات أخرى وفي كمان برا مصر فكنا طول الوقت على تواصل طب مين بيتمرن إزاي مين بيعمل إيه وهكذا وبنشجع بعض علشان نشوف طيب إحنا إزاي نبقى مستعدين كلنا اليوم اللي هنبدأ نطلع في التصالح طيب أماني التمييز على أساس السن ده كان هدف الرحلة بتاعتكم أنتوا عايزين تكفحوا الفكرة دي يعني هل أنتوا النهاردة كنتوا عايزين توصلوا رسالة أنه مش مهم أنت سنك قد إيه بس تقداري تعملي أي حاجة وإيه أنواع التمييز اللي يمكن الستات بتقابلها بعد ما بتعدي سن لو هي دي الفكرة يعني 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 اللي أنا شوفتوا لغاية دلوقتي بس الحمد لله الدنيا تغيرت بدا في مصر أني لما ست بتوصل سن الأربعين بعد الأربعين بيبقى خلاص طموحاتها كلها مفيش أنا عملت اللي علي وعملت ربيت ولادي أو الكورير اللي هي أخدته لكن عمرها ما بتفكر أنها توصل لحلم كانت نفسها فيه فأنا ده اللي كان أو بالذات أليكزاندرا كانت عايزة توصل أني أحنا ممكن في أي وقت أننا نقدر نحق حاجة زي كده وكمان مفيش حاجة اسمها مستحيل طبعا الناس قالوا أنها هتطلعوا الجبل ده أنتوا عارفين الظروف هتبقى عاملة إزاي وفيها خطورة وفيها مشقة لكن اتدربنا كويس وقلنا ليه لا والحمد لله لما نكحت هشايفين صور على الهواء جمانة هو القمة فيها جليد قمة جليدية يعني القمة فيها جليد إزاي بقى الأدوات بقى التولز اللي أنتوا اشتغلتوا بيها إزاي تطلعوا أنا بحاول أجمع معاك كده إنتوا تمانية إزاي بتطلعوا التسلق إيه الأدوات اللي تشتغلوا بيها فكرة الأكسجين إنه بقل مع الارتفاعات اتغلبتوا عليها إزاي بالنسبة للجليد إحنا فحظنا كان بس اليوم بتاع الصمت يعني أول لما وصلنا للكمة شوفنا بقى الجليد وكان فيه تجمعات جليدية رائعة الجمال سواء حلو قوي بس فولكن كل حاجة لها أدواتها فلو كنا رايحين في جو فيه جليد عالي كنا هنلبس جزم كان هيبقى فيها حاجات من تحت تمسك في الجليد علشان وهكذا فطبعا فيه أدوات لكل حاجة بنتضرب عليها وبنجيبها قبل ما بنطلع السفرية لازم نبقى مستعدين كويس قوي الأكسجين دي بتفرق بقى حد من حد أنا بلعب يوجا برضو فاستخدمت التنفس اللي بنتنفسه في اليوجا عشان فيه أساليب للتنفس يا إما ممكن نتنفس بطريقة معينة تدفينا ففي عز البرد حد ممكن يبقى مندفي عشان بننفس بتاعه ممكن لو حد عنده صداع يتنفس بطريقة معينة يخفى في الصداع وهتزا وده اللي حصل بالصداع بتأنا من أول 4000 متر ابتديت أحس إن أكن فيه بيدخل في نفوخي كده نبض نبض فابتديت أهدي نفسي ويخد أنفاس طويلة واجتمها جوايا وبعدين أطلعها واحدة واحدة فالصداع بتده يقل فده خليني أقدر إن أنا بتحكم في جسمي إنه هو علشان أتأكلم على الظروف اللي حوالي ما خليش الظروف هي اللي تسيطر علي أميني أنتو تمن سيدات طلعتوا قمة الجبل أكيد بعد النجاح ده فيه سيدات تانية عندها حكايات كثيرة قوي حبت أنها تنضم ليكو هل ده حصل فعلاً أو حصل أنتو بتعملوا إيه دلوقتي؟ يعني خطوة جاية عايزين تعملوها؟ طبعاً جدنا رسائل كثير إن فيه سيدات نفسها تطلع حاجة زي كده بس إحنا زي ما جومانا قالت بنحب نجرب مغامرات تانية فاللي بنفكر فيه إن احنا نعمل مغامرة تانية ميبي ما تبقاش نفس القمة لكن ممكن نزور حكتة في العالم ما شوفناهاش قبل كده ونستكشفها فدي تخططتنا وده اللي احنا بنحاول نعمله بس نكامل ما نوقفش الرياضة وسيلة لاستكشاف مصر واستكشاف الدنيا والحياة وجومانا بتشتغل على الحتة دي يعني جومانا قررت كده في يوم إنها تمشي من القاهرة لأسوان في رحلة 24 يوم وتشوف مصر بعيون مختلفة إزاي خدت القرار ده واستعدت إزاي كنتي تتقرري إن أنا حمشي من أعلى يعني أكتر مقطة من القاهرة لأسوان وفي مدة وصلت إلى 24 يوم هوا قلنا إحنا مشينا من قوصان للقاهرة آه العكس يعني العكس كان قرار سريع كنت في وقت أنا كنت استقلت من الشغل وقتها كنت بشتغلي إيه لأعايزين تفاصيل يعني يعني أولينا كل حاجة لأ كنت بشتغل في شركة ألمانية وكنت بأبط فيديور والله العظيم يعني الوظيفة بتاعتك ووظيفة كنت مدير ستارتوب سبيس يعني مدير مكان عمل مشترك وبيساعد الرواد الأعمال وبعدين استقلت وبعدت لصحابي أنا استقلت أنا استقلت واحد منهم قال لي طيب ما تيجي ننزل نشرب قهوة فحكي لي أن هما كانوا ثلاث شبان هيمشوا من أصول القاهرة لزيادة الوعي على المشاكل السكانية قلت له أوكي ده كان فاضل ثلاث أسابيع على المغامرة ديت وكانت مدعمة من صندوق الأمم التحدي للسكان ووزارة الشباب للرياضة فقلت له طيب أنا متحمسة جدا أن أنا أجي معاكم بس أنا ما كنتش متضربة أن أنا أعمل حوالي ماراتن في اليوم أربعين كيلو أو كده في اليوم في أيام مشينا خمسين كيلو كمان فما كنتش متضربة على كده فقلت له أخي عشرة كيلو وبعدين كان هذا في ساعتها حكتين كنت عايزة أن أنا أشوف مصر أنا كنت قابليها درست في ألمانيا ولما بنسافر برة مصر بطلبونها كده إيه بنركب المواصلات المختلفة نروح المدن الصغيرة بنبدأ نتعرف على البلد اللي إحنا فيها أكتر فحسيت أن أنا معرفش مصر زي ما أنا أعرف ألمانيا وأوروبا في الوقت ساعدة فقلت له طيب أنا نفسي أشوف مصر فما فيش أحلى من إن إحنا نمشيها عشان فعلا نبقى شفناها وتكلمنا مع الناس وكل حاجة وفي نفس الوقت أحب أن أنا أشارك في الفعاليات اللي هي عشان رفع الوعي على مشاكل الزيادة السكانية ورحت وابتديت وقدرت أن أنا نمشي المسافة كلها في الآخر طب جمانا إيه أكتر مشهد بتفكريه من الرحلة دي يعني لو في فلاش باك بيجيلك في دماغك وانت نايمة عن الرحلة دي من أسوان القاهرة إيه أكتر حاجة بتفكريها كنا طول ما إحنا ماشيين بيقولولنا يعني بالذات في أسوان وفي الأقصر وفي النجوع وكفور كل الناس ما تسيجوا تعالوا شربوا شيء تعالوا شربوا شيء قاعدين عبدكك اللي قدم بيوتهم وتعالوا شربوا شيء وفعلا فيه في مرة دخلنا بيت وكانت استقبلوني سيدة البيت وبنت ومرضت ابنها وقاعدوا يورروني كانت لسه متجوزة فقاعدت توريني بقى سوى الفرح بتاعتهم وكده والرجال كانوا قاعدين بره بقى طبعا يعني كان لازم ندخل جوه مع الحريب والرجال قاعدين بره مع الرجال طب أماني فكرة ممارسة الرياضة مش بس للسيدات للسيدات والرجال لما الواحد يتقدى في العمر شوية نقدر نقول كده الواحد بقاش عنده الجهد بيبقى فيه كسل شوية بعد الاربعين أو الخمسين إزاي بيتقدموا كده بتكسروا الصورة المماطية دي إزاي إنه المرأة ممكن بعد سن الخمسين تدخل ماراثون تلاتين والله وثلاثين بعد الثلاثين ساعة بعد الثلاثين من جيس كسرة بولتارين بقى والحاجات دي فإزاي بقى الصورة النباطية دي بقى أن لأ إنه المرأة تقدر تمارس الرياضة في أي سن من رقم واحد عشان صحتها وعشان شخصيتها كمان وإنها تمشي مسافات طويلة فكرة الماراثون كلمة ماراثون دي همتكلم على مسافات طويلة يعني بتكلم عشر عشرين تلاتين كيلو الماراثون بالزبط معناها تنين واربعين كيلو اتنين واربعين كيلو هي ما بدأتش باتنين واربعين كيلو هي بدأت بخمسة كيلو صراحة يعني أنا بالنسبة لي واللي بشجع ناس بالذات السيدات كتير أني مش لازم تعملي أماريطان من أول مرة إيا بتاخدي البيبي ستابس وتبتدي بيها البيبي ستابس لي بقى بتبقى بي البيبي ستابس ممكن تبقى حتى إن شاء الله كيلو بس تتعملها إزاي جريمش عشر دقائق مثلا لغاية لما تاخد لجسمها هياخد لأن الجسم مش متعود أن هو يجري أربعين كيلو مرة واحدة فالعضل بيتبنيه ويبتدي ياخد عشان كده احنا بنتمران على أساس أن لازم في وقت الماريطان بالنسبة لي بتاخد أربع تشهر تدريب لها في خلال الأربع تشهر دول لازم اتنين أو تلاتة منهم يكونوا فوق الواحد وعشرين كيلو عشان جسمي ياخد على أن أنا أقدر أعدي الواحد وعشرين كيلو يقوم لما أجي أجري لاتنين واربعين كيلو أبقى جهزة وأقدر أكملها أنا بقى الحاجة الوحيدة اللي دايما بقولها لكل زميلي الهدف بحط هدف دايما كل سنة بحط لي هدف أو هدفين وهم دول اللي بشتغل عليهم هو ده بقى اللي يخليني ما كسلش أنا عندي ده عايزة حققه وعشان حققه لازم أعمل كذا وكذا وكذا فهو ده اللي بيخليني ديسبلنت وعايزة ويبقى جزء من حياتي يعني طب أميني جو مانا حكيت أن هي كانت بتشتغل في شركة وكانت بتوبت باليورو وثابت كل ده وندمينا شكلها فيعني النهار ده أنت اللي كانت منها الباكرام بتاعتك هل أنت كنت شغالة في شركة وقررت تتمردي على الوضع ده ولا طول عمرك تشتغلي في الرياضة احكي لنا هل أنت قوم الباكرام بتاعتك الجوسي هي أنا كنت في مجال البنوك أنا تخركت ودخلت مجال البنوك عشان كنت عايزة بقى زي والدتي برجع بقى وأقول بأحمد ربنا على جوزي لأنه هو اللي أخدني برا البنوك لأنه كان لازم يسافر برا يعمل الدكتوراه ناس كتير قالتلي هتستئيلي وتطلعي مع جوزك لما يخلص قلت لهم يعني لازم أكون جنبه يعني فأنا اتبسطت أن أنا أخدت القرار ده لغم كتير قالوا لي مش هتعرف ترجعي البنك تاني ده فرصة يعني هو اللي علمني بقى وأنا فترة هناك لما لقيت الناس بتجري في الشارع وعادي جدا ومبسوطين وحاجة بتدي لهم وحاجة بتدي لهم وهو بيدرس وأنا هعمل إيه أنا كنت عايزة كامل دراستي اللي حصل أننا جبت الولدين على طول ولادي الاثنين فهم اللي خلوني أقدر أتمرا وأربيهم فكانوا لسه صغيرين بس كانت بيدولي الرياضة كانت بتدي لي الطاقة أن أنا أقدر أروح البيت وأخذ بالي منهم إيه البلد اللي أنت سفرتيها؟ أنا كنت في ولاية الأول بانسلوبينيا وبعد كده أتلعنا على تكسيس طب الفقافة دي بأفضل أه لا يعني أنا بشتغل دلوقتي وبشتغل في بنك كمان فوزيرة تدريب اليورو برضو ألا مفيش يورو بنشوفهم بس بنشوف العملاء بنعدهم بس بنعدهم بس بنعدهم طب التجربة بينكم سافرتوا برة كتير وشفتوا العالم إزاي بيحترم الرياضة وبيمارس الرياضة كاروتين يومي يعني هو عنده ده طقس يومي برة بنشوفه إزاي بقى حابين تنقله ده في مصر إزاي إحنا ممكن نحبب السيدة المرأة المصرية الشباب حتى في ممارسة الرياضة كثقافة يبقى جزء من الحياة اليومية بتاعته محتاجين إيه عشان أعمل ده والله ما يحتاجين بس عزيمة إن هاصح الصبح أو هشوف أنا في يومي أقدر إن أنا أنزل حتى لو هتماشى حوالين البيت ممكن أعملها إمتى احنا مش محتاجين أي حاجة تانية كبداية بعد كده لما المجتمع بيبدأ ينزل وانع برياضة بتلاقوا إن الفسيلات أو الإمكانيات بتبدأ تظهر فبنلاقوا إن مثلا فيه جنين يتعامل فيها بار علشان إلا حد يقوم أعمل حاجة معينة نلاقي إن فيه تأجير عجل فالناس ابتدت تأجير عجل عشان بقى فيه زبون للموضوع دوت فواحدة واحدة لكن بتبدأ بالعظيمة إن أنا دلوقتي هعمل وقت في يومي عشان أنزل أتماشى أنزل أركب عجلة أو في مركز الشباب اللي جنبي أو في النادي اللي جنبي أو في أي حاجة حوالي ما تيجوا نتجمع ونلعب رياضة مع بعض سواء بقى بسكت أو كورة في حاجات كثيرة قوي ممكن نعملها أماني بقينا نشوف سيدات كثيرة قوي دلوقتي فعلا إما مثلا بيروحوا جيم إما بيلعبوا يوغا إما بينزلوا يتماشوا لو الإمكانيات دي مش متاح عليهم بينزلوا يتماشوا حولين البيت بتاعهم الوعي ده اللي بتدينا نشوفه عند السيدات المصريات عن فقدان الوزن عن ممارسة الرياضة اهتمامها بنفسها بشكل عام صحة الصحة بالضبط رأيك التغيير الجزري ده جي منين يعني بتدينا الجزري أنا أسف بتدينا نشوفه في السيدات المصريات مؤخرا بالذات رأيك ده سبب ايه هل ده مساء بسبب ان الستات بتدي تشوف ان أنا ممكن على سنة الخمسين يبقى شكل حلو قوي أرجعتيني يا شباب يعني ان زمان كان فيه شكل الست برضو لما تم حاجة وثلاثين كده ان هي بتدت تدخن بعد الولادة ومش عارف ايه ده دلوقتي تغير سبب ايه فجة ناظرك لا هي أنا بقول ثقافة بصراحة احنا هنا مش متعودين على كده انا شايف ان نجاحي جا مش نجاحي انا الكميونيتيز اللي بدأت تظهر لما شافوا ان الستة المصرية بتقدر تحقق حاجة زي كده وبعدين الله ده شكلها كويس وصحة ده شكلها كويسة ورب تربي ولدها ومشاء الله ولدها بقوا ايه وجوزها او شغلها فلما لقوا كده قالوا الله طب هي عملت ده كده ازاي نتابع فهو ده جا من كده يعني اللي انا بقى شفته وعجبني اني كان لما بحط تدريبي وانزل اتمرن في الشارع فكانوا بيشوفوا ان انا عندي تدريب وعلى السوشيال ميديا فبيجوا يتمرنوا معي لما جوم يتمرنوا معي التكوين الكميونيتي جات من كده فبقينا دلوقتي واصلا كل يوم اتنين عارفين ان انا حنزل وسط البلد اجري وارجع بقيت ساعة خمسة ونص بنتقابل عند الاشارة ولا نادي ولا حاجة وبنتلع نجري ونرجع وكل واحد يروح يشغلوا يا بيدي فوست البلد فوست البلد شارع ايه بقى يعني بتقابلوا فين بالزبط حسن صبري مع 26 يوليو عايزة تروح بس انت لعشان بجد لو فيه سيدات بيتفرجوا علينا يريدون يشاركوا في الكميونيتي بتاعهم وخمسة ونص الصبح احلى وقت تتمرن لا احنا عارفين احنا ننزل اربعة اوكي بجد نمازج ملهمة ما شاء الله عليك وحاجة بتدعو للفخر يعني بس انا بالاخر قبل ما اختم الحلقة بس عايزة اقول لجومانا جومانا قلت لي بتلعب لعبة اسمها stand up paddling stand up paddling دي اللي هي التجديف ترجمة بتاعتها بالعربي التجديف وقوفا انا معرفش عنها كتير واكيد ممكن السيدة المشاهدين معرفوش عنها كتير سريعا كده ايه المقصود بالstand up paddling ودي في مصر من امتى في مصر من 2018 او في مصر من قديمة الازل حسب هبنشوفها كرياضة ولا بنشوفها كهوية علشان اي رياضة professional او احترافية ممكن تتلعب كمان كهوية فلو تفتكروا زمان في اسكندرية البردات اللي هي كانت خشب ومحطوطة كده جنب الشمسية او جنب بتاعة lifeguard وبناخدها وبندخل بيها كده في عشاط يعني فدي بداية stand up paddling خالص هو عبارة عن لخ وبنقف عليه وبنقف في احنا وقفين طبعا فيها التحدي بتاع التوازن طبعا التوازن ولكن شعور ان احنا وقفين على ميا مفيش احلى منه فيش احلى منه نشكركم شكرا جزيلا جمانا واماني يعني اماني حلمي طبعا قائد فريق السيدات وجمانا اسماعيل احد اعضاء الفريق بنشكركم على وجودكم معنا النهاردة والتجربة اللي انتم مريتوا بيها دي اكيد ملهمة جدا لسيدات كتير بتتفرج علينا النهاردة واكيد هتبقى يعني نقطة كده لأي حد عايز يبتدي حاجة جديدة في حياته هيبص بالنقطة دي وهيمشي قدام بينها نشكركم جدا نورتونا وشرفتونا ان شاء الله المرة الجاية بقى تجربة ممتعة اكتر وشيقة اكتر وقمة جبل اعلى في العالم نورينه دايما مشرفينه اشتركوا في القناة